قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن الحكومة تعمل خلال الفترة الحالية على إعلان خطة المساهمات الوطنية للمجلس الوطني للتغيرات المناخية وأكد مدبولي خلال الاجتماع الذي عقده لاستعراض مقترح الخطة بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين أن الخطة تأتي في إطار استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر المناخ قاب 27 مضيفا أنه تم بالفعل إطلاق الموقع الإلكتروني للمؤتمر ومن جانبها استعرضت توزيرة البيئة مقترح وثيقة المساهمات الوطنية المحدثة لمصر 2030 وفي ختم الاجتماع وجه رئيس الوزراء بأخذ الملاحظات التي أبداها الوزراء خلال الاجتماع في الاعتبار وإعادة عرض الوثيقة في صورتها النهائية في اجتماع لاحق